بدأت لجان الصياغة التي شكلها مجلس أمناء الحوار الوطني بل وردت وتنقيح المقترحات والتوصيات المتوافق عليها بشكل نهائي داخل جلسات الحوار الوطني التي عقدت خلال الفترة الماضية وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي إن مجلس الأمناء سيضع خلال الأسبوع الجاي جدول أعمال الجلسات المقبلة تمهيدا لاستئناف الجلسات واستكمال مناقشة بقي موضوعات الحوار الوطني وتم التوافق خلال جلسات الحوار الماضية على حوالي سبعة موضوعات أبرزها قانون التعاونيات ومفوضية عدم التمييز وقانون الوصاية على المال والجمعيات الأهلية ولفت عبد القوي إلى أن هناك بعض الموضوعات التي ستحتاج إلى جلسات نقاشية أخرى مثل قانون الأحزاب والانتخابات